اشتركوا في القناة هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر لا مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته طيب إزاي قال له إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا واحد دخل لأنه يجيب لك هدية وواحد دخل عليك عشان هيأخذ منك معونة قال اتنين فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر ممن أعطاك يبقى أنت من أهل الآخرة لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب فإن كنت محباً للآخرة تنبسط منه وإن كنت بتحب الدين يا تنبسط من اللي يديك لأن ده حيزوي ده اللي أنت بتحبه